كما تناقش الأحداث تجد أن النادي الأهلي حافظ على علاقته بالنادي الإسماعيلي راح أدالك فلوس في الستوشهر دول فلوس كويسة وخد عبد الله الصعيد في النور لكنك أنت تقارن موقف أنك تتفاوض ولا يعلم النادي الأهلي وتقبض بما بالغ بهذا النحو سيبك بقى أن ده عبد الله الصعيد وأن ده النادي الأهلي وده نادي الزمالك أي أندية تانية هو ده القناع للرشوة لأنه لو أنا والزمالك لو أنا والإسماعيلي لو أنا وعملتها في الإسماعيلي وخدت لعيب ومضيته من وراه وبعدين لعيبنا الماتش بتاعنا إزاي يعني إزاي وبعدين يجي يعني حتى في أحد القنوات تناقشت موضوع يقولك أصلك أنت الخطيب قعد مع الشناو لم يحدث لم يحدث ده كانت الجلسة المفروض أن تجمع بين الخطيب والشناوي وحد تاني لما عرف الكابتل الخطيب أن الكابتل الشناوي قد يكون موجودا اعتذر عنها رفض أن يجمعه جلسة واحدة واللعب مرتبط بناديه دون أن يكون الحوار في الضوء استنى ده كلام مهم لأن الرواية اللي بيترويج لها لا 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 أنه الكابتل شوبر حكاها بالتفصيل وأقسم الأساس خالد أبو بكر بيقدم في قناة الحياة برنامج أنه كان شاهد عيان على هذا الموقف يعني والخطيب عندما علم من رفض أن يكون المتوجدا في هذه الجلسة وأن تضموا جلسة واحدة معاها أن يتحدث معا بشكل رفض هو ده الكلام فما تقعدش تخلط الأوراق خلينا في الحقائق لأن ما تقعدش تقول لي هي دي قيم الآلي في كل كلمة عشان تحاولت ايه تمسخ الموضوع وأنت بتمسخ